الحقيقة خسارة الاهلي وخسارة الزمالك في يوم واحد كان لهم تأثير كتير أو لهم ردات فعل في الإعلام عمتا في الصحافة المكتوبة كتب الأستاذ حسن مستكاوي سانداونز والوداد أول الأسباب وبيرجع الأستاذ حسن مستكاوي في الشروق خسارة الاهلي وخسارة الزمالك إلى حسن تعامل سانداونز والوداد مع المباراتين وبقول ما حدث في المباراتين درس متكرر وعمره سنوات إلا أنه من الواجب أن أذكر الجميع أن الأندية المصرية متفوقة أفريقيا وحاصدت 38 بطولة منها 23 لقب للآله و11 لقب للزمالك و3 للمؤولين وبطولة لإسماعيل وهو أمر يستحق البناء عليه بأمل وبدراسة أسبابه بعمق وتحليلها حتى تواصل الأندية المصرية مسيرتها بنجاح دون أن يعرقل المسيرة خسارة بطولة ويبقى إسقاط نظرية اللعب خارج الأرض واللعب على الأرض فهي لا تليق بأندية رائدة ومصنفة أولى في أفريقيا وتملك هذا الرصيد ويجب أن نمتلك شخصية البطل دائما أنه ده كلام مهم الحقيقة خلاص فكرة أن أنا بلعب بره وبلعب بجوه المسألة انتهت لازم أن أحافظ على شخصية البطل والبطل اللي هبته مطرح ميروح بيلعب على المكسل نتمنى هذا نتمنى النادي الأهلي يسترد شخصيته وثقته ولعبته وبتيجي لحظة أستاذ إبراهيم بيبقى المسألة يعني اللعيبة أهم من أي حاجة تانية وتذكر مطشي الصفاقس الصعب عندما قال الآله عقدناها وحنحلها نفعل هذا يعني إذا اللعيبة زيما سمعت اجتمعوا لوحدهم قبل الجهاز الفني وتعاهدوا إزاي حي يعني اعملوا اللي عليك وسيبوا الطفيق بقى وعدموا لله سبحانه وتعالى لكن الناس يعني لابد أن يلعب الأهلي ويحظبوا الاحترام لازم يحظبوا الاحترام من خلال الأداء والسعي واسترداد روح الأهلي والمفاجآت الطيبة عند الصعاب